بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا النهاردة عايزين نتكلم عن جليس جليس مختلف شوية جليس كلنا ساعات بنبقى محتاجين ومندور عليه جليس بعض الناس لما بيفقدوه حياتهم بتجف وتبقى هشة وساعات حياتهم ما بيبقى لهاش لازمة جليس على قد ما الناس شايفينه صغير على قد ما دوره في حياتنا كبير قوي جليس النهاردة يكون كل واحد فينا بيدور عليه يا سيدي بيدور عليه في كل وقت ووقات كتيرة بننتظر يجينا برغم انه موجود حوالينا في كل تفاصيل حياتنا وفي كل لحظات حياتنا جليس النهاردة جليس لما هذكره مجرد ما ذكره في ناس كتيرة الناس هتنقسم لقسمين ناس كتيرة على طول هتبتسم وناس تانية هتقول يا ريتوا معانا الجليس النهاردة هنتكلم عليه جليس البحث عن البهجة قد ايه الكلام عن البهجة ممكن يسعد انسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لو انتم عزين اقولكم ان من اسماء رسول الله التي احب ان اضفها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان ناشر البهجة صلى الله عليه وسلم من كان وعشان كده بيقولوله كده في المدايح من يرى وجهك يسعد قطه يا وجه السرور حضرة النبي وجه السرور حضرة النبي ناشر للبهجة فقد ايه بندور في يومنا عن شيء يبهجنا يدخل فرحة على قلوبنا كل حد فينا بيدور عن البهجة في شيء ما فيه ناس بتلاقيها وبتعيشها وفيه ناس تفضل تدور عليه وتفتكر اني لقيته وبعدين تكتشف ان هيه ما لقتوش عارفين ليه؟ لان البهجة مزيج كده ما بين الفرح المريح واحد قلبه منشرح يعني مبتهج زي حد مثلا بيحاول يدور على البهجة في الشوبنج مثلا وبعض الاحيين عشان يبتهج مدة اطول يروح مزود في التسوق لحد ما يصاب بهوس الشراء فيه هوس مشهور او اوي الغريبة ان بعد الشراء بشوية يرجع او ترجع تلاقيه او تلاقيها مكتائبة تاني تاني لان البهجة في الحقيقة معنى والمعنى ده ليه مكان واحد بيسكنه هو القلب فالبهجة بتسكن في القلب مش بتسكن في الصور وفي الاشياء وعشان كده مش هيحصل المعنى ده بكتر تحصيل الاشياء المعاني اللي بتشوفها البصيرة واللي بتدقها لسان القلب وعشان كده ناس كتير مننا بتدور على البهجة في اللف بالساعات على السوشيال ميديا وفي حلقة عندنا اسمها اطفال السوشيال ميديا اللي تتفرجوا عليها يدخل يمكن يلاقي شيء يبهجه ويفضل يقلب وبعد ما يقلب كل ما اعمل سكرول كل بعد ما يقلب منتظر ان البهجة هتيجي دلوقتي البهجة هتيجي البهجة هتيجي يبص يلاقي نفسه قضى ست ساعات على السوشيال ميديا والبهجة ما جاتش ويخرج ويدخل تاني على طول على امل ان شيء يبهجه وفي كل مرة يخرج وهو حس بالكآبة لان في الحقيقة البهجة مش بتتشاف فيديو البهجة يا سيدي البهجة حياة بتتعاش فالبهجة حياة يعني ايه؟ يعني البهجة متوقفة على نظرتك للحياة ولذلك شوف كده البهجة بتيجي منين مثلا مصدر من مصدر البهجة المشهور قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحه هو خير مما يجمعون فضل الله ورحمته مصدر للبهجة فالشخص اللي دايما حاسس انه غرقان في نعم الله مهما كان عنده رقم مهما كان عنده رقم صغير او رقم كبير هو مفتهج مفتهج ليه؟ لانه محل النظر الله وفي ناس بعد منتصف العمر توقف كده وتخاف وتحس ان البهجة في ايامها راحت خلاص راح راحت البهجة وراحت ايامها البهجة دي مع الشباب مع الانطلاق واحنا خلاص فيروح يعمل اي شيء حتى لو كان الشيء ده معصيه على امل انه يلحق يعيش البهجة اللي فاتته لما مر عليه العمر وبعد ما يعمل الشيء اللي هو كان متصور انه فيه بهجة قلبه يتملي بالكآبة كآبة ايه؟ كآبة المعصية وكآبة ايه؟ كآبة الاحباط لانه غطى عينه عن البهجة اللي سكن حياته ايه ده يعني هو مش راح يشوف البهجة لا ده هو جاب رداء اسود واستار سودة والقاع على بصيرته فما يبقتش تشوف البهجة هو الاحساس بالبهجة ده دي ناس وناس يعني فيه ناس ربنا اسم لها نصيب من البهجة وناس لا الله كريم الله واسع الله يحب ان يسعد عباده واكبر دليل على ان ربنا بيسعد عباده النعمة ربنا عايز يبهجنا ولذلك خلى حياتنا كلها نعم وان تعودوا نعمة الله لا تحصوها